تقويم الأسنان من الخيارات العلاجية المهمة بتحسين شكل الأسنان وآداءها وآداءها الوظيفة ولكن شكل هذه الأجهزة في بعض الأحيان لا يكون جذاب وهو ما أدى بتعرض بعض المستخدمين تقويم الأسنان إلى التنمر سواء كانوا أطفال أو شباب أو حتى كبار اليوم رح نتكلم عن الموضوع بتفاصيل أكثر مع ضيفنا مدير مركز خدمة المجتمع والتنمية المستدامة في جامعة الرياض العلم وأخصائي أسنان الدكتور عبد الرحمن السفان أهلا وسهلا فيك دكتور عبد الرحمن حياك أهلا وسهلا وشكرا لكم على الاستجابة وتسليط الضوء على هذا الموضوع المهم فشكرا لكم يعطيك العافية دكتور عبد الرحمن شكل الأسنان وتقويمها وبين زيادة التنمر على الأشخاص هل فعلا في هناك ارتباط؟ طبعا في البداية خلنا أول شي نقول هو الشي التنمر التنمر طبعا كلنا لازم نكون عارفينه هو شكل من أشكال العنف وهو سلوك عدائي اللي يسوي مجموعة من الأشخاص يكون الهدف أنهم يأذون الشخص وله عدة تأثيرات طبعا له تأثير نفسي له تأثير اجتماعي وله تأثير أيضا على التحصيل الدراسي والأكاديمي صحة الفهم والأسنان للأسف أن كثير من الناس يحتردون أن صحة الفهم والأسنان أنه فقط لا يوجد تسوس أو لا يوجد أمراض لثة لا صحة الفهم والأسنان هي قدرة الشخص أنه يتكلم قدرة شخص أنه يبتسم قدرة شخص أنه يقدر يأكل طبعا لها ارتباط حنا لو جئنا على أحصائية أصدرتها وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية تقول 93% من طلاب المدارس عندهم تسوس طيب تسوس الأسنان ممكن يأدي إلى إيش يأدي إلى رائحة فم كريهة ممكن يأدي إلى تزاحم الأسنان ممكن يأدي إلى بروز الأسنان فهذا الشيء سيحفز ويجعل الناس يصير عندهم التنمر بشكل أكبر وهذا دليل على الإحصائيات التي صدرت في المملكة العربية السعودية 50% من طلاب المدارس نعم يتعرضون للتنمر بسبب أهمال صحة الفهم والأسنان فممكن يأدي إلى بروز الأسنان فحنا نصل نطلق عليهم بعض العبارات التي غير مستحبة زي كلنا نعرف سعدان صح؟ أو كلنا نعرف أبو سن فنعم لها ارتباط تزاحم الأسنان أو بروز الأسنان لها ارتباط مباشر في موضوع التنمر طيب دكتور لما نتكلم عن التنمر إيش هي الأشكال التنمر اللي تعرض لها مستخدمين التقويم الده طيب ممتاز أول شيء نعرف أن أنواع التنمر عندنا تنمر الكتروني عندنا تنمر لفظي وعندنا تنمر جسدي للأسف أن التنمر اللفظي هو يعتبر من أخطر أنواع التنمر والسبب أن التنمر اللفظي ما عليه دليل يعني في حال أنا جيت أبغى أشتكي أبغى أأخذ حقي ما في شيء يثبت الناس أنها تنمرت عليه لفظي فنعم يتعرضون للتنمر يتعرضون للتنمر ببعض المصطلحات الغير مستحبة الله يحفظك طيب أش هذا ممكن يسبب لنا دكتور في المستقبل يعني التنمر حصل في سن صغير ممكن الطفل خوفا من هؤلاء المتنمري يمكن ما يشتكي أو أن يسفه مثلا أو ممكن بعض الأهالي يقول لك خلاص سوي نفسك ما تسمع خلك أنت الكبير وإلى آخر نفسيا شو ممكن يأثر على الأطفال؟ شكرا على السؤال اللي جدا مهم نعم هو ممكن يأثر نفسيا يأثر على التحصيل الدراسي ممكن الشخص ما عد يبغيره حتى المدرسة بسبب هذا التنمر ففي هذا الموضوع طبعا هي مسؤولية الجميع وليس مسؤولية فقط للوالد أو الوالدة خلنا نتكلم على زي ما يقولون على بساط أحمدي للأسف عندنا موضوع التنمر بعض الأشخاص يأخذونه في كلمات المزح يعني أنا ممكن أكون أحضر مباراة أتابع مباراة أشوف شخص أقول كلمة عنه بنوع من الدعابة لكن هذه تعتبر تنمر فالولد الصغير في البيت يصير يعتبر أن التنمر موضوع عادي فهي مسؤولية الأهل في البيت مسؤولية أطباء الأسنان ومسؤولية حتى المدرسين كلكم اطلعتم على قبل فترة اللي صار مع الطفلة لامار اللي صارت قضية رائعان في المملكة العربية السعودية كان التنمر للأسف من وحدة من المعلمات فهي مسؤولية مشتركة بين الأطباء بين المدرسة وبين الوالد والوالدة طيب أكتور عبد الرحمن المهم الآن لمن الطفل يسوي التقويم التنمر اللي يلقى هل من شكل التقويم هل من طريقة تركيب التقويم ولانه هل من عدم نظافة الطفل بالتقويم طيب كمان هذا شكرا على السؤال اللي جدا مهم بعد احنا لما نقول من البداية نعرف معلومة جدا مهمة لما نقول تقويم أسنان كل الناس تحسب ان تقويم الأسنان العلاج في عمر متقدم لكن تقويم الأسنان انا ممكن اودي الطفل في عمر السبع سنوات وهذا اللي توصفه الجمعية السعودية لطب الأسنان انا لو وديت الولد الصغير عند طبيب الأسنان من البداية ممكن هذه الأجهزة كلها اكون بالغنى عنها بالاضافة مسؤولية الطبيب انه يعرف يختار الحل الصحيح نعم بعض الأجهزة للأسف تأدي إلى التنمر لكن الحمد لله نفيه تطور في طب الأسنان فكثير من الأجهزة هذه تم الاستغناء عنها لكن الأفضل الوقاية من البداية حتى ما أفضل ان يروح للطبيب التقويم بعدين طيب بس الأجهزة هذه الأطفال لما يتنمران يتنمران بسبب تورد هذه الأجهزة أو بسبب شكلها أو بسبب ان الطفل ما ينظف التقويم زين خاصة احنا عارفين الفترة اللي فاتت كانت الهبة عند التنياجر بالذات ان يحط بريست حتى لو ما كان محتاج ممتاز هنا طال عمرك هذا يعتمد على مسؤولية الطبيب للأسف ترى فيه كثير من عيادات الأسنان طبعا من غير ذكر أسماء يركبون تقويم من غير حاجة الطفل للتقويم طبعا هذا مرفوض هذا علميا مرفوض نهائيا ممكن يتعرض للتنمر نعم بسبب ان راح ركب تقويم في عيادات يشتغلون شغل غير مصرح لهم نعم ممكن يتعرض بسبب هذا الجهاز وللأسف ان بعض الناس ماخدين موضوع التنمر بموضوع ابتسامة اني انا لو تنمرت او قلت كلمة على شخص ممكن انهم يضحكون عليه فنعم موجود بسبب الأجهزة هذه موجود هذا الشيء طيب دكتور هل التنمر اليوم يطال جميع المراحل العمرية سواء اطفال او كبار او شباب وايضا هل مر عليك في العيادة مثلا انه في بعض المرضى استغنوا عن التقويم وبدلوا باشياء ثانية مثل التركيبات او غير عشان بس يتجنبون التنمر نعم حسب الاحصايات الموجودة ان الاطفال يتعرضون لنسبة 50% في التنمر لكن حتى بالنسبة لنا لكا ادلت كبالغين نسبة التنمر 25% نعم يتعرضون لها وفي كثير ناس رفضت العلاج هذا بسبب بعض التنمر اللي يتعرضون له كلنا نعرف نشوفها الحين اللي طالع في السوشيال ميديا مجرد نقاش بين اي شخص صحيح على طول يروحوا لصورة البروفايل حقه اول كلمة يقول لياها شوف اسنانك شوف لون اسنانك شوف التقويم اللي انتحاطه كبير وانتحاط تقويم فنعم في كثير حالات مرت علينا التنمر ليس فقط على الاسقار نعم حتى للأدلت يسجيلهم التنمر مشكلة الكبار اذا بدأوا يتنمرهم ما تعرفت تتصرف معهم الصغير ممكن يتربى يتأدب بس الكبير خلاص يعني صار كبير صار رجال او صار حرب حتى لو ما من باب المزح مثل ما تفضلت دكتور للأسف لكن الان كلنا نتفق انه فعلا وجود التقويم بشكل عام او الاسنان الغير جيدة جيدة المظهر ممكن انه يسبب الاحراج ويسبب بالتالي التنمر الحل دكتور وش الحل يعني وش دورنا احنا اليوم عشان نحل هذه القضية بحيث انه عادي الاطفال يركبون تقويم ويكون امورهم تماما لما اسنانه كويسة ما احد يجي يعني يتنمر عليه الحل الله يحفظك يبدأ من المنزل انا وظيفتي كوالد او والدة اني اعطي الدعم النفسي واعطي الدعم المعنوي للشخص اللي يركب تقويم الحل موجود بعد عند الطبيب الطبيب اللي يستخدم التقويم ان كان مع الاصغار او كان حتى مع الاكبار بالعكس هو اللي لازم يدعمه نفسيا وهو اللي لازم يدعمه معنويا ويقول لانه بالعكس هذا الشيء ما راح يسبب التنمر ودائما لازم دائما نتذكر شيء مهم قول الله تعالى ويل لكل همزة لمزة اذا حنا من البداية عرفنا ان هذا الشيء اساس حرام فبإذن الله نقدر نوصل النتيجة انه ما يكون عندنا موجود طيب دكتور هل تطور اجهزة التقويم ممكن تساعد انه تخف من التنمر؟ طبيعي جدا وهذا اللي قلنا قبل شوي انه كثير من الاجهزة حاليا ما عادت تستخدم الحمد لله بفضل رب العالمين ان التطور في طب الاسنان موجود فنعم كثير صار في حالات موجود لها علاج غير الاجهزة اللي تستخدم لكن لفئات عمرية معينة لكن الحمد لله موجود هذا الشيء وفعلا زي ما تفضلتي خفف من التنمر طيب دكتور في بعض اولياء الامور يعني يكونوا يستعجلون بانه يبونوا يشوفون بتسامة ابنائهم وبناتهم جدا ممتازة فهل في عمر محدد لإستخدام التقويم العمر المحدد لاستشارة طبيب تقويم الاسنان في عمر السبع سنوات هذه المعلومة كثير من الناس يقولون أنا أسوي تقويم في عمر السبع سنوات لا تستشيرين طبيب تقويم الاسنان في عمر السبع سنوات في هذا العمر ممكن طبيب التقويم يسوي تدخل يغنيك نهائيا عن التقويم أو الأجهزة لاحقا فنعم العمر هو سبع سنوات الله يحفظك طيب خلينا نتكلم عن أنواع تقويم أيضا دكتور يعني الحين قاعدين نشوف أيضا في بعض الكبار يركبونه أنا والله ما أدعوش اسمه الطبية للأمانة لكن اللي ينحط شفاف بحيث أنه يؤدي وظيفة التقويم لكن بدون الأجهزة المتعارف عليها وش الأنواع أو التقويم المخفي أو التقويم المؤقت اللي ينحط وقت النوم وإلى آخر التقويم هذا يسمونه كلير اللاينر لكن هذا التقويم ما يستخدم مع الأطفال الكليير اللاينر لها فئة عمرية محددة والتقويم اللي احنا كلنا نعرف اللي هو البراكت في نوع من التقويم اللي ينحط من داخل الأسنان اللي في الداخل اللي هي ما تبان نعم الكليير اللاينر موجود تقنية حديثة موجودة لكن لفئة عمرية محددة بس أحاب أذكر على شيء أن الأجهزة اللي نشوفها الخارجي اللي تركب ترى هذه ما تستخدم مع الناس اللي هما أدلت هذه تستخدم فقط مع الأصغار الأصغار ما يسمح لنا أن نستخدم معهم الكليير اللاينر وش السبب دكتور؟ عشان ما يوقف النمو حق الأسنان لأن الكليير اللاينر هو يصف الأسنان بطريقة صحيحة لكن الأصغار يكونون في عمر خلال مرحلة نمو العظام فما نستخدم معهم هذا الشيء فله عمر معين لكن يعطي نتائج زي نتائج التقويم العادية طيب دكتور بعد أن الأطفال يكونون في عمر صغير واسملة على قلبهم أسنانهم كبيرة فكيف العلاج لهذا الطريقة لأنهم يتعرضون لتنمر؟ شوفي طال عمرك الأسنان كلها نفس الحجم لكن الصغار لأن العمر حقهم لسه الفك موجود ما صار لك كومبليت يعني ما صار لك كومبليت جروث فتبان أن الأسنان كبيرة أفضل شيء والطريقة اللي هي دائما تعتبر مثالية مراجعة طبيب الأسنان كل ستة شهر وأنا لازم أحب أوجه رسالة أن أتمنى من الناس ما يخوفون الأطفال من طبيب الأسنان لأن الولد الصغير بس سمع طبيب أسنان على طول أبرة التخدير صح؟ لكن لا أنت ممكن تروحين عن طبيب أسنان كل ستة شهر تسويين تشكب خلال مرحلة تشكب هذه ترى تقدرين تستغلين عن كثير أشياء من العلاج لاحقا صحيح دكتور بس أنه حتى طبيب الأسنان لو أولياء الأمور يتوجهون لأطب الأطفال أفضل لهم لأنه يعرف كيف يتعامل مع الطفل وكيف يهيئه عشان يشوف هذه الأشياء والأدوات طبعا هذه من أهم الأشياء أنه دائما الواحد يقصد الطبيب المختص في التخصص المعين لكن ما ننسى دور أنه طبيب الأسنان العام ترى يقدر يعالج الأطفال لكن إلى مرحلة معينة لكن طبيب الأسنان العام ما يقدر يعالج التقويم هذه من الأشياء اللازم ننبه عليها أن أي شخص يبغي يسوي تقويم أسنان لازم يسوي تقويم الأسنان عند أخصائي تقويم الأسنان أو عند استشاري تقويم الأسنان طيب دكتور ما مدى وعي للمجتمع اليوم على أنه التقويم هو أمر ضروري وأمر علاجي قبل ما يكون شكل طيب خلنا نقول من النسبة اللي موجودة نسبة التسوس في المملكة العربية السعودية زي ما قلنا 93% يعني 9 من أصل 10 أطفال عندهم تسوس 98% من الأهل الوالد أو الوالدة ما يهتمون لنظافة أسنان الأطفال في هذا العمر فللأسف لو جينا قاررنا هذه الإحصائية راح نشوف أن لا للأسف نسبة الوعي ما هي موجودة عندنا نسبة الوعي الكافية في موضوع تقويم الأسنان صحيح طيب النصايح التي تقدمها دكتور اليوم للأمهات والأبا وأيضا المعلمين والمعلمات مراجعة طبيب الأسنان ببساطة كل 6 شهر إعطاء الدعم المعنوي والنفسي للأطفال وفي حال وجود أي حالة تنمر يبلغون عنها لأنها ممكن يتأثر على الطفل مستقبلا جميل دكتور يمكن من الأشياء المهمة لأولياء الأمور لما يركبون تقويم الأسنان بعض الأحيان يتركونها على الطفل لمدة مثلا كذا شهر من غير ما يرجعون الدكتور أشياء المخاطر أو الأشياء السايد أفكت للأسنان لو تركت بها بالطريقة ما شاء الله عليك أسئلتك ممكن أقول لك طبيبة أسنان نعم لها أثر ممكن تأثر أن العظم عند الشخص يدوب ممكن تأثر تسبب أمراض لثة زايدة فنعم لها أثر ما يصلح نتركها لأنه لو بقت موجودة عند الأسنان راح تسبب أمراض لثة بشكل زائد وممكن تسبب اللي نسميه بون ريزورش اللي ممكن تدوب العظم اللي موجود فنعم ضروري الالتزام بمواعيد تقويم الأسنان نعم جميل دكتور عبد الرحمن السفان شكرا أن تواجدك معاني اليوم واليوم يعني بعيدا عن التنمر أو حتى الشكل الجمالي هذه صحة في النهاية لازم نوعي الناس فيها شكرا أن تواجدك معاني شكرا جزيلا شكرا لكم أعطيك العافية مشاهدينا راح نطلع فاصل ونرجع